اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية مع الناقض الرياضي والمحلل الفني الأستاذ كريم مسعيد رئيس تحرير موقع يلا كورا أستاذ كريم منور الدنيا وأهلا بيك على شاشة قناة الأهل أمسكري يا محمد ومسكري لكل مشاهدي قاطنة للأهل طيب النهاردة هنتكلم في تفاصيل كتيرة بس عايزة أبدأ معاك الأول بالحدث الأبرز المؤتمر الصحفي للجنة المنظمة المحلية في قطر والإعلان عن طرح التذاكر والاستقبال للوفود المشاركة وكل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة اللي لنهاردة اللجنة المنظمة اتكلمت على بطولة يوم 11 كأس وميداليات بطولة يوم 14 كأس وميداليات والختام مع ريال مدريد بكأس البطولة أيضا وميداليات أكيد احنا قلنا أن البطولة دي واحدة من البطولات الوليدة لإنفانتينو وأكيد إنفانتينو بيهمه جدا 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 أنه ينجح كل الأفكار اللي هو بيقدمها للاتحاد الدولي كلمنا على بطولة نسميها بمسميها فعلا الحي كأس الكارات للأندية وبنتكلم كمان على مونديالي الأندية الحديث اللي إن شاء الله هيتلاعب في الصيف القادم في ميامي بأمريكا طبعا أكيد إنفانتينو فكرته في بطولة كأس الكارات للأندية بطولة مستحدثة عشان يتفادى العيوب اللي كانت الناس كثيرة بتتكلم عليها في بطولة كأس الكارات للأندية بشكلها الأديم وبالتالي هو كمان هنا عمل بطولة مثيرة مثيرة للغاية شوفنا إحنا بنتكلم على بطولة بتتكوى من حوالي 6 نهائيات شوفنا مثلا مباراة الأهل والعين كانت واخدها زخم كبير جدا جدا محمد من حيث نسبة المتابعة وخير بقى الكلام بطولات الفيفا المباراة المهمة الفيفا بيخليها دائما تتلعب في وقت مش متوازي مع أي حاجة تانية وبالتالي عليها اهتمام وصباط إعلامي كبير جدا فبالتالي أكيد احنا اللي شوفناه من الاهتمام الكبير اللي حضر مباراة النادي الأهل والنادي العين في استاد القهرة كان يشوف اهتمام مسئولي الاتحاد الدولي بقى أضق 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 التفاصيل بداية أنا كنت في الملعب تقريبا للساعة 4 العصر والمسئولين هناك ما فيش حاجة مستيبنها فوضع جدا مهتمين وبالتالي دا يديك فكرة ويديك مؤشر الشكل فيه الدوحة يبعمل ازاي؟ نحن بنتكلم الدوحة هتستضيف أول نسخة من الشكل النهائي للبطولة مصبوحة بالتالي هبنتكلم على ثلاث مباريات نهائية حتى مباراة باتشوكا المكسيكي مع الفائز من بوتافوجو ويه ويه فلومينيزي أعطوك فلومينيزي قتلكم منيرو قتلكم منيرو قتلكم منيرو ويه بوتافوجو المباراة يعني كبيرة جدا 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 بعدها بثلاثة أيام الفائز هيلعب النادي الأهلي إن شاء الله وبعدها طبعا المباراة الكبرى والمباراة النهائية طبعا لزعيم العالم في الوقت الحالي ريال مدريد اللي جاي أكيد طبعا زي الباشا بيستنى هو واخد باي على التساني دي الأخيرة واخد باي في كل الأدوار هيلعب الفاينال بس في الآخر أنا بكل أمانة شايف إن الشكل الجديد للبطولة دي بكل أمانة أفضل ممتع جدا ومريح مريح بكل أمانة كمان نظامه ده مميز جدا لبطل إفريقيا خاصة لو أهل لنتيج الأهل في المنديال لو أهل بطل إفريقيا هيلعب المطش دائما في القاهرة خلي بك وبيريح لي أنت القرص عبت ساعدك إن أنت بدلا ما تلعب عدد من البولاد في دورة مجمعة في عدد أيام قليلة في مطش تلعبه ممكن تلعبه على أرضك في مطش ممكن تلعبه في دولة قريبة منك بس أهل محمد أنت مقلل شوية هم قلل شوية من الجهد البدني على اللاعبين وكمان بعد الفترات يعني أنت بتلعب الدور مثلا إذا افترضنا الدور الفات ده اسمه دور الثمانية الدور الثمانية ده أنت لعبته مثلا في شهره أو في شهر عشرة هتلعب الفاينلز في مطشين بس إذا إن شاء الله ربنا وفقنا وصعدنا في 12 فهو برضو مريح الأندية ومرح الأجندة شوية أنت بتلعب مباراة واحدة بس فأنا بشوف بصراحة اللي فكر فيها فكرة ممتازة وإن شاء الله بإذن الله نشوف بقى النجاح الكامل ده في الدوحة بإذن الله في شهر